اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين لم يستطع النواب المعتصمين تحقيق جلسة للبرلمان انسحابات من التواقع وتنصل عن حركة الاحتجاب ضد الرئاسات الثلاث تظاهرات امام الوزارات ببغداد ومعتصمون يطالبون بحكومة مستقلة من الكفاءات خارج الاحزاب لماذا لم تلتزم الكتل النيابية بموقف واحد في قضية الاصلاح وعلى اي ورقة اصلاح سيتفقت جميع واي من القائمتين سيتم التصويت عليها وكيف ستتعامل الكتل السياسية مع المهلة التي حددها الصدر للتغيير الوزاري وهل يتجدد الصراع في حال طرح موضوع التعديل الوزاري للواجهة هل تشكلت كتلة برلمانية من اعتصام النواب اما زال رهن التسويات السياسية وعلى ماذا سيتفق الجميع هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفه لكن بعد هذا الفاصل بسؤالي الى السيدة نجيبة نجيب من التحالف الكردستاني سيدة نجيب خليني اتحدث موضوع مهم جدا هذا اليوم معتصمين داخل قبة البرلمان وانتم التحالف الكردستاني وايضا الكتلة اتلاف المواطن وايضا بعض الكتل تعترض على الاعتصامات داخل مجلس النواب وعلى النواب وعلى اقالة الرئاسة اشلو نتكلم او نستفهم هذا الموضوع يعني في ظل هذه التجاذبات الكبيرة في الساحة السياسية نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدكم لضيفك الكريم في الحقيقة نحن كأتلاف قوى كردستانية نحن مع الاصلاحات ودعمين لأي جهة تقوم باصلاحات من شأنها تحقيق الأفضل للمواطن العراقي وتحدياتنا كبيرة الآن تحدي حرب ضد داعش تحدي الاقتصادي فلابد ان تكون الاصلاحات وما يقوم به اي سلطة سواء تشريعية تنفيذية بقدر هذه التحديات نحن كأتلاف قوى كردستانية حقيقة نحن إذا كان هناك طلب بإقالة رئيس والنواب مجلس النواب نحن معهم ما مشكلة لكن نحن اعتراضنا على الآليات الآليات المعتمدة للإصلاح والتغيير وكذلك لحتى التغيير الوزاري فنحن مع أي خطوة إصلاحية ولكن في نفس الوقت الآليات المتبعج من تكون دستوريا ما حصل المعتصمون طبعا موارسة جيدة يعني ضغط على الجهات للإسراع في اتخاذ إجراءات هذه جيدة إذا كان لديهم ملاحظات اعتراض على أداء هذه الرئاسة أنا أيضا لدي اعتراض على أداء هذه الرئاسة طوال سنتين حقيقة لكن الآليات المتبعة وما طرحوه أنه إقالة الرئاسات الثلاث وأيضا دون أن تكون هناك دون أن تكون هناك توافق بين المكونات بين الكتل هذا أعتقد ما رح تحل أزمة بقدر ما هي تعقد الأزمات الحالية نعم والكل وجدوا أنه حتى يعني حاولوا أنه يجمعون 165 نائب لكي يتفقون على الجلسة وانتخاب رئيس ونائبه وحتى إقالة هناك شيء على مسألة الإقالة هل أن الإقالة كانت نصاب غير كامل لأن الذين دققوا في الأسماء والأشخاص الموجودون داخل القاعة تبين أنهم 131 وليسهم 165 ولكن مع هذا نحن الآن يجب أن تكون مواقفنا متوحدة ومتوجهة نحو الإصلاح الحقيقي فالآن كل التحركات وكل الخطوات هي نحو عقد جلسة موحدة تجمع بين كل الأطراف أقول بين المعتصمين وغير المعتصمين في جلسة واحدة وإذا كان هناك طلب بإقالة رئيس ونائبه فبالتأكيد كثير من النواب الذين حتى لم يعتصموا سيكونوا معهم تغيير سواء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أو أي شخص آخر مشكلتنا ليس بالأشخاص بقدر ما هي الآليات المتبعة والبرنامج المتخد من أجل أن نحقق هدف وهو الإصلاح وإصلاح ليس فقط يعني بتغيير المناصب حقيقة الآن الدولة تعاني الكثير فساد إداري مالي يعني المفروض تكون هناك إصلاحات جدرية خطوات جدية من أجل أن تكون هذه النتائج بقدر التحديات نعم 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 خلي نتخل إلى ضيفي السيد علي جوراني أهلا وسلم بك في المشهد الأخري لكن هذا اليوم المواطن يسأل يعني شنو الليدود أخ القبة البرلمان اعتصامات أيضا هناك رئاسة مقالة وأيضا هناك رئيس جديد للمجلس النواب وين الشرعية يعني تحدثت السيدة نجيب نجيب عن الشكوك في جلسة مجلس النواب يعني النصاب لم يكتمل وتحدثت 231 هم من حضروا وهم من صوتوا يعني شلون نقدر نطلع بملخص نحن المواطن الأراقي البسيط الفاقد أمن وخبزه ومستقبله في ظل هذه الظروف وهذه الأزمات والبلد يمر في حرب على داعش وأيضا أزمة اقتصادية وخانقة يعني مثل أيضا ما تحدثت السيدة نجيب نجيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيتك الطيبين الطاهرين شكرا لك سيدة الكريمة ولي ضيفتك ولمشاهدي الكرام واقعا منطلق صحيح أنه اليوم نبحث عن القضية الشرعية أنه أعضاء برلمان يمثلون الشعب العراقي جاءوا بأصوات وجاءوا حسب القانون بالمناسبة لأول مرة يمكن تاريخ البرلمانات أنا ما أتصور يعني ما أتخطر كويسي أنه يحتصم عضو البرلمان داخل البرلمان فالمواطن هو يحتصم معروف يعني جماهير المواطنين هم يحتصمون ضد السلطة التشريعية أو التنفيذية أما السلطة التشريعية تحتصم فما نعرف على ضد من يعني أن تحتصم أنا في أحد حلقاتنا داخلوا إياك أحد النائبات اعترضت على المعتصمين من كانوا يعتصمون وقالت هذا خرق دستوري لين بالدستور ما مذكور الاعتصامات ولا النظام الداخلي يعني أيضا أشياء شفناها تصمة أول وحدة يعني احترنا يعني الاعتصام ما في الغريف العراق ينطبق على السياسيين والنواف وما ينطبق على هذا المواطن المسكين الفقيق نخشى نخشى أن تكون هذه سنة يعني اليوم بالعراق سيئة للأسف الشديد يعني هو هذا عندما نذهب أكثر من يعني لا يقول لا تكون ملكة أكثر من الملك اليوم هناك نظم ديمقراطية سبقتنا بعشرات السنين في الدول الغربية في الدول المتحذرة ما موجود هذا البرلمان يعبر على الرأي هو مثل الشعب العراقي ما يحتاج إلى احتصام يعني من تحتصم شي تسوي اليوم ممكن مثل ما تفضلت السيدة ضيفتك الكريمة وقالت أنه ممكن جيب أصوات تجمع أصوات تقيل أي واحد القدسية لا نجعل القدسية للأسماء والمناصب المنفوض هذا المسألة الاحتيادية رسمها الدستور ورسمها القانون والنظام الداخلي جيب أصوات وأنا أحد الأخرى كنت قبل مثل ما ذكرت جنابت وقال إحنا جاي بين 173 جيد يا أخي إحنا هم نهنيكم ونبارك لكم وهذه هي اللعبة الديمقراطية جيب أصوات تحظى على ثقة وسوي كتلة وإحنا دعينا أول من دعينا لهذه واليوم هم الأخوان الأكثر من مبادرة اليوم دعت إلى أن تكوين كتلة عابرة للأحزاب وعابرة للطوائف وهناك كتلة أخرى تذهب إلى المعارضة وهذا شيء صحي وأكثر من مرة سئلونا عبر الإعلام ما رأيكم؟ كنا قضية صحية المعارضة داخل البرنامان قضية صحية يجب أن نحتاد عليها ولكن بطرق الدستورية الحقيقية لكي نجعل ونضع لخطواتنا شرعية يجب أن تكون وفق القانون وفق النظام أما الاعتصام الآن هم ينادون بالقانون وكل ما تتحدث يقول لك أنا لا حسب المادة الفلانية من الدستور فهو الدستور عندما نريد أن نتحدث بالدستور وما نريد أن نشمر للدستور فأما أن خطواتك وحركتك هي مطابقة للدستور وجلستك بالبرلمان وبعض الأخوة الآن ينقلون أنه صارت هيمنة على البرلمان لأسف الشديد وهناك تجاوزات أمنية وأسلحة تدخل بيضاء داخل البرلمان لا يعني نسمعنا بهذا الموضوع أو يهدد أو يهدد مثل موظف داخل البرلمان تطبع هذه وتسويها وتجي تقعد وتقوم فما يعرف منه الشرعية من القانون لحد الآن لحد الآن هو يعرف أنه مسؤوله حسب النظام والقانون هناك تسلسل وظيفي ويأخذ الموظف البسيط مو شغلته هاي هو مو سياسي يعني أفهم كلامك فوضى للأسف الشديد بريد نعبر عنها بهذا الشكل ولكن مؤلم أن نتحدث بهذه اللغة أنه اليوم هناك يعني دخول عشوائي للبرلمان بدون ضوابط نعم وهذه هيبة الشعب صحيحة قبل الإسلاحة اللي دخل للبرلمان هذه مو سليم الجبوري ولا همام حمود ولا هذه هيبة الشعب العراقي حتى قلنا في منطقة الخضر كذا تمثل هيبة الدولة العراقية الأشخاص يذهبون لكن الدولة باقية كما حدثي قال أنه في ألمانيا عندما انهارت ألمانيا وكذا واجهوا أولاء الركاب متعودون الركاب في ذلك يعني في ألمانيا يعني يصير سرى ويسعدون حسب فوقعت بعض دولة ماكو حكومة ماكو نظام فقالوا جاءوا سعداء في هذا السائق المركبة قالوا أنا ما أطلع شنيش ما تطلع قال لأكون زيادة بالساعدين فالنظام يقول لازم ماكو واحد واقف قالوا يا بألمانيا سقطت قال لكن الدولة النظام ما يسقط مهمتني يوم عندنا أن النظام ما يسقط حتى نخلي دولة حقيقية مهما كان نحترم الأخوة ونختلفوا معنا ولكن بيننا وبينهم الدستور والقانون والنظام خلينا ننتقل إلى المعتصمة عواطف نعمة من مجلس النواب أهلا وسهلا بيش سيد عواطف أهلا وسهلا هذا اليوم أنتم معتصمين في مجلس النواب العراقي يريد نتحدث عن الاعتصام يعني راح يستمر شنو لا نهاية شنو يعني اللي يحدث اليوم في مجلس النواب نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد هيفاء وإلى مشاهدين قناة الرشيد المحترمين بالتأكيد احنا مستمرين يعني راح يكمل علينا أسبوع كامل على الاعتصام وكانت لدينا جلسة سابقة تمت إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وكان عددنا 180 نائب عند الإقالة نعم سيد عواطف سيد عواطف يمكن أنت ممكن تويانا من بداية الحلقة لكن تحدثت السيدة نجيب النجيب وأيضا السيد علي الجراني وقال أنه نصاب لم يكتمل 131 يعني النصاب غير كامل وهذا لا ينطي شرعية لإقالة يعني مجلس الرئاسة وأيضا لا يعطي شرعية للجلسة هذا كلام الجهة المقابلة التي معترضة على الإقالة ومن حقهم أن يعترضون وأنا أسألهم أمام الإعلام وأمام كل القنوات الإعلامية موجودة والسجل للجلسات من أول تشكيل المجلس ولحد الآن أسأل السيدة نجيب وأسأل الأستاذ علي الجراني أشقد حضور مجلس النواب نحن من أول بداية تشكيل المجلس ولحد الآن ما يتجاوز حضور النواب 260 نائب يعني وين 328 نائب نحن 171 صوتنا وإذا كانوا يشككون عليهم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية صوتنا ومقرر مجلس النواب العراقي النائب نيازي هو مقرر مجلس النواب وبإمكانهم أن يلجأون للمحكمة الاتحادية وشهادة مقرر المجلس والتصوير الكاميرات موجودة نحن صوتنا على إقالة رئيس مجلس النواب العراقي أما إذا كان لديهم شكوك يعني هم يحظون على مكاسبهم اليوم وهم يردون الإصلاح والتغيير الشامل ليش هاي الشكوك خليجون خليجون ويالمعتصمين وإحنا نواب ما نطالبين بشي طالبين إصلاح وتغيير الشامل لرأسات الثلاثة أنتم ليش خايفين ما هذا التخوف من لدى النواب والكتل السياسية اليوم كل الكتل السياسية اللي لم تشترك بالاعتصام ليش هذا الخوف من التغيير نعم شكوك عواطف ليش يعني هاي كل حفاظ على مكاسبكم ومصالحكم السياسية خليجون سيدة نجيبة نجيب يعني تريد تتحدثت كلام مهم جدا يعني كلها على مدة تحافظون على مكاسبكم السياسية يعني في الدولة يعني شلون نريد على هذا الموضوع وتقول النصاب كامل وموجود مقرر الجلسة يتحدث أن النصاب كامل لا يا أمم أسألت أنا أسألها السؤال هل أنها لماذا لم يتمكنوا في المرة الثانية أو في يوم السبت من عقد جلسة وكانوا ينتظرون من كل نائب يدخل إلى قاعة نقاعة البرلمان نعم يصل عددهم من 165 ويختارون رئيس وسمعنا من الإعلام أنهم حتى كانوا مختارين الرئيس والنائبين ولكن لم يتحق النصاب بس أسألها خليت جوابني ليش ما قدروا إذا كان نفس الأشخاص الذين هم دخلوا القاعة وكانوا 173 وحتى 71 وحنا فقط نحتاج إلى 165 حتى لو كان هناك يعني رجوع لبعض السادة النواب عن رأيهم لكن 165 عن 163 يعني معناها عدد 8 نواب مقليل يعني بس أسألها نعم نعم سؤال إليست عواطف تقلش الجلسة اليوم السابت ما تحققت بسبب أنه يعني إذا أنتم حصلين 171 يعني الصوت ليش ما عقدتوا جلسة لأين النواب راحوا حتى لو تغيبوا منهم يعني بالقتل ولم يحضروا إلى جلسة السابت وأيضا أحمد المشهداني وكان معاما عشر لا لا نعم خلنا كمل خلنا ستايفارة جاعن خلنا نكمل مهددين بالقتل ولا تستطيع أن تعليل الإعلام اليوم وحنا هددنا نوابنا ما ممكن واحد اليوم يهدد النواب ويقول أنا هددت النواب احنا عدنا بالأدلة هناك تهديدات وهناك ضغوطات على سادة النواب وخاصة من الإقليم ومنعوهم إلى دخول الإقليم عند تصويت على وكانت لدينا أسماء ما أريد أذكرها لأنه احتراما لهذه الأسماء نعم وقعت معنا وانسحبت يعني اليوم إحنا أحمد المشهداني مع ست عشر أشخاص محمد تميم وصلاح الجبوري ويعني إجاء ويرجعون المحاصصة من جديد أنه يردون رئاسة المدنس لكن أريد أسأل سؤال مواطن سيد عواطن سيد عواطن نعم سيد عواطن راح تردين سيد نجيب لكن السؤال مواطن عراقي يعني نحن أريد أنتوا جايين معتصمين حتى تقضون على المحاصصة حتى الصلحون حتى السوون أنتوا من الطلعون يعني طلعون رئيس مجلس النواب السني أيضا اختاريتوا من نفس المكون أيضا وخليتوا يعني مو خليتوا ترشيح عام وكل من يرشيح حتى نفتح لكن رحتم على الأكراد جيبونا واحد كردي حتى يصير النائب الثاني رحتم على التحالف الوطن يجيبونا واحد شيعي حتى يصير النائب الأول رحتم على السنة يجيبونا واحد سني حتى يصير يعني رئيس البرلمان شنو اللي يتغير إذا يطلع سليم الجبوري ويجي أيضا من نفس الكتلة شنو اللي يتغير سيد هيفاء إحنا لو ماشيين بهذا الاتجاه جلسة مالتنا نجحت لو ماشيين بهذا الاتجاه إنه تعالي يا مكون سني جيبلي من عندك رئيس مجلس لا لا هذا موجود الأسماء طرحتوها موجودة الأسماء اللي طرحتوها وطرحوها بعض النواب المعتصمين لم يصوت عليها ولم تكون هناك جلسة بسبب انسحاب بعض النواب ولكن نرفض المحاصصة وليست مع المحاصصة ونحن النواب المعتصمين من يقرر ولو أردنا بهذا التقسيم الذي طرحتيه حضرتش لكانت الجلسة وانضغت إلينا الكتل السياسية نعم 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 لسي تجيب بعدها مداخن بس خلنا أكملش الكتل كانت موجودة في داخل الكافيترية تنتظر إذا وافقنا على إعطاءهم هذه المناصب لوصل العدد إلى 200 نائب ولكن نحن كنواب معتصمون أما نحقق القضاء على المحاصصة والتغيير والأصلاح الشامل أما أولا تبقى الأمور هكذا وخلينا لا يكمل عددنا ونبقى ناقصين ومعتصمين ونبقى ثلث البرلمان نعطل كل القوانين لا يمكن أن يمر القانون إلا بموافقة المعارضة في داخل البرلمان قبل ما تريدين ستنجيب حتى لنا سأترك البرنامج بواندام ستعواطف حقيقة لا أستطيع أن أكمل البرنامج مع البرنامج التي تتهم بدون إدباطات وسنرفع عليك دعوة قضائية دعوة قضائية لأنك لا تعرفين ماذا تقولين حقيقة تقولين باتهامات تتهمين أتعلم أتعلمين على مسعود برزاني وعلمين على أسلوب نجيب نجيب ودفاع حققتها على مسعود برزاني بتارك الأقراء بتارك العراق الأقراء بدون رواتب لمدة بدون رواتب وباعين هم والأقراء وإنتل من نجيب معكو تراكم قد أنهم لأنها اتعلم ست نجيب وليست مع ألوان ماذا تقومون برزاني قلت أنه ست نجيب مع الشعب الكردي ولا تكونين مع セت نجيب فكركوا الشعب الكردي ولا تفكرين فكركوا الشعب الكردي فكركوا مصلحة الشعب العراق غازرت سيدة نجيب نجيب الحلقة بسبب اعتراضة على كلام سيدة نائبة عواطف نعمة نجيب نجيب أتمنى أتمنى منك مرة أن تقفين مع الشعب الكردي وليست مع الصنم مسعود برزاني نعم خليني أنتقل إلى ضيفي علي الجراني يعني اتحدثت هناك تهديدات كبيرة من بعض الكتل السياسية والنواب انزحبوا يعني شون اتحدث عن هذا الموضوع يعني مع كل الأسف الشديد أنا ما كان بدنا أن السيدة الكريمة تخرج وهي ممثلة لطائف قومية وشريحة مهمة بالعراق أتمنى على لا تصل الأمور يعني أن نختلف بالأغراء شيء إيجابي جدا أن نتهم الآخرين شيء مؤيجابي يعني كنت وياي وقاعدوا ياي فأنت الوطني وأنت الشريف وأنت كل المقدسات عندك مجرد تختلف ياي بالرأي فأنت خائن وتخون البلد هذه اللغة أرجو أن نخرج عنها هذا ما ورصناه عن أيام نظام وت piano متردون أصلاح كل الكتل السياسية قال أصلاح وين هالكتل السياسية قال أصلاح يا أخي بس شعارات بس استهلاك إعلامي بينكم هم ما نطيها هم ما نطيها يعني لو وزيقة أصلاح وقعتوا علي على مناطقكم على وزاراتكم لا يعني حتى بالحديث هم ما نطيها ما يصير هذا هذا اسلوب مو صحيح مو صحيح هذا الاسلوب هل نطي مجال حتى واحد يتحدث أخذ الخلقة كلها أنا هم راح أستاذين وأطلع وخلي جنابك ما يصير هذا ما يصير اسلوب بناء دولة ما يصير بهالطريقة هذي أي طريقة هذي وين احنا اليوم برنامج مخترم مو هذا هيت مو هيت بناء الدولة ما يصير بهالاسلوب هذا نبني دولة نبعد نتفاهم نبني الدولة بالمحاصصة ونطيق الفساد والدولة ضاعت لدهور اقتصادي وفساد الدار ونحن ننتظر تنظيركم والإعلام كافي من الفيان والتاته لحد الآن بس لا في نعم ستعواطف ستعواطف الوقت يعني خلي يعني الوقت خلي يتحدث السيد سيدة يعني تقلك تعالوا قفوا يا المعتصمين جيد وذا اختلفتوا يا من حق لهم ومن حقي من حقك طبعا فليش بعد يعني حكر خل نرجع الدكتاتوري هم قتلونا نعم ماكو هيت احترم الرأي الآخر انا اعبر عن الرأي اذا كنت انا امثل جزء من الشعب العراق واليوم انا ممثل الى اقول انا هاي رؤيت واحترم الرأي الآخر هكذا تبني الدول يعني ما موجود بالعالم كله شنو هم ما نطيها الحديث ما نطي الدولة ما نطيها فاش نطي بعد نعم هذا اسلوب ما نعرف يعني حقيقة شو نتفهم يا ما نعرف نعم الشيء الى اخر تعال اخلوا اليوم خلي تقول السيدة الكريمة اليوم شنو موقفها من تصريح السيد مقتدى الصدر واليوم احترف بالرأسات الثلاث زيان شنو يلا تخلي تطينا موقفها نعم اليوم وين المحتصمين باشر باشر رح يصوتون مع السيد سليم الجبوري ويقفون فشنو موقفهم نعم قلت تجاوبني عليها نعم سيدة عواطف سأل سؤال مهم جدا قلت شنو موقفكم يعني اليوم سيد مقتدى الصدر وتحدث في بيان رسمي بشرعية الرئاسات الثلاثة ودعا الى اجتماع يعني التغيير الكابينة الوزارية يعني وراح ينسحبون الصدرين من الاعتصام شنو موقفكم انتو راح تبقون وحدكم بالبداية بالبداية انا احب يعني نبه زميلي انه اختلاف في الرأي لا يفسد للودة قضية احنا مع الاختلاف لكن هو سألني ما ننطيها ما ننطيها احنا طبعا كتحالف وطني رئاسة الوزراء للتحالف الوطني للمكون الشيعي هاي اللي نقصد بها ما ننطيها اليوم مو نقصد اشخاص احنا بما انه المكون الشيعي كئيمة الاغلبية مع الاسف مختلفين داخل التحالف الوطني وهذا حان انا اجاوب على ما ننطيها اي اولا ثانيا نقول الزعيم التيار الصدر احنا اعلننا نواب معتصمون ما قلنا كتل سياسية ما قلنا زعام التيار الاحرار ما قلنا سيد زعيم الاتلاف دولة القانون احنا قلنا نواب معتصمون من كل الكتل السياسية وفي حالة انسحاب بعض الكتل او انسحاب النواب راح نعلن للشعب العراقي احنا معتصمين نواب من كوريد من سنة من جيعة من تركومان من كل الكتل من كل المكونات اللي بالعراق احنا معتصمين نعم احنا في حالة انسحاب النواب النواب انسحبوا من عندنا ما صار عددنا كافي راح نكون معارضة في داخل بدلس النواب العراقي وهي حالة صحية وديمقراطية كل البرلمانات تعيشها أما البرلمان العراقي كل الكتلة السياسية اليوم بالحكومة وكل كتلة سياسية عند رئيس وزراء وكل كتلة سياسية هي اللي تؤمر وتنهي اليوم هل يريد أن نخلص البلد اليوم أنا أطلب ما أحجب اسم باسم زعيم تيار أو اسم زعيم اتلاف لكن البعض البعض تحدث بصلاحة سيدة عواطم أنا أطالب النواب النواب يعني إحنا إرادة النواب وإرادة الشعب نعم سيدة عواطم خالح نتحدث بكل صراحة البعض السياسيين يعني أو بعض المراقب للشيان السياسي تحدث وقال أن هناك يعني أيدي خفية خلف هؤلاء المعتصمين يعني من أحد القيادات البارزة نعم هناك أيدي خفية تدفع بالمعتصمين إلى هذا يعني إلى الاعتصام داخل مجلس النواب لغرض الكسب السياسي أو كسب بعض ما أريد أحتيها يعني شلون نفتهم هذا الموضوع نعم سيدة هيفاء وصلت الفكرة سيدة هيفاء أنت يعني تابعتي جلسة مجلس النواب يوم الخميس السابق عندما أجلت جلسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب السابق انطلقت ثورة من داخل مجلس النواب وبدون إرادة إرادة إلهية وكل النواب انتفضت وقالت كلا كلا للمحاصصة وهناك نواب من كل الكتل وقعوا ثم سحبوا وتوقعهم بأمر من كتلهم السياسية ليش إحنا دائما نشكك ليش إحنا دائما ندور على مناصب وندور على مكاسب هذا رح يصير نجاز للكتلة الفلانية وهذا ما رح يصير نجاز للكتلة الفلانية المالكي يدعينا بالانسحاب رح ننسحب كلنا فأنا كمواطنة إراقي وإعلامية شلون رح أفهم هذا الموضوع ست هيفاء إحنا نواب معتصمون بس ذهبيني هذا النقطة يعني شنو يقصد إذا دعانا زيد نوري المالكي للانسحاب هذا يعني عبر على رأيي جوز هذا واحد مو من دولة القانون الذي يظل للشارع لا من دولة القانون شخصية سياسية كبيرة من دولة القانون ست هيفاء بس سمعيني الله يخليش المفروض من الإعلام بما أنه السلطة الرابعة أن يقف مع المعتصمين لا يشكيك بالمعتصمين قال سيد زعيم التيار الصدي وقال زعيم اتلاف دولة القانون إحنا اليوم نطلب من النواب خليجون خليتكون إرادة النواب هي اللي سير بها العملية السياسية وإحنا مو ننظر والله قال فلان وقال واحد من اتلاف دولة القانون وصرح إحنا اليوم البلد نعم نعم خليغد أستاذ يعني اتكلمت كلام مهم جدا تقول نحنا معتصمين يعني واقفين مع الإصلاحات ويعني ما أدنى لا يعني جهات واقفة ورانا مثل ما تحدثوا بعض المراقبين للوضع السياسي الراهن إيش لون نتحدث عن هذا الموضوع جيد إحنا إذا كان هذا الحديث ما نسمعه من السيدة ونحترم رعيها وخلي مثلون اليوم كتلة معارضة داخل البرلمان العراقي فإن أخذوا أغالبية فليمضوا بالإصلاحات كما يرونهاهم وإن لم يأتوا بالغالبية فليحترم الجهة الأخرى الكتلة الأخرى اللي راح تكون أكبر ويكونون بالمعارضة ومن حقهم هذا وأنا أتمنى يعني عسى كل شكل حديث لطيف من سيدة عواطف يقول إحنا ما نأتمر بأمر السيد المالكي وأتمنى يكون هذا على الأرض إن شاء الله راح تبقى محتصمة وإحنا هم نحييها من هذه القناة نحيي وقفتها راح تبقى محتصمة إلى آخر وما تمتثلي رئيس كتلتها السيد نور المالكي إن شاء الله تعالى راح ندعو لها بالخير إن شاء الله نحن نتمنى أن المعتصمين يبقون أيضا تاكير على مواقفهم لكن سيدة عواطف نعمة إلى شنو مشروعكم أنتو يعني بعد الإقالة شنو مشروعكم ستيفة أولا إحنا لان يعني نوجه الاعتصام للشارع النقلة إلى أشخاص بأنه المعتصمين ينعطهم أشخاص يتمرون لهم ونحول رسالة مشروعنا إلى أشخاص ويعني نلغي إرادة النواب اليوم إحنا نجيب السيد المالكي يعني ما ممكن اليوم السيد هادل عامري منع النواب بدر من يدخلون للهاي ما حتشي أنا ما قلنا اليوم المنجلس أعلم أن يدخلون للمعتصمين ما حتشي أنا بهم وشو بس السيد المالكي اليوم ما عدنا شغلوا عمل بس السيد المالكي يعني ليش هذا العداء إلى السيد المالكي يعني ما أعرفان السيد المالكي ليش أنت ما تحكي على أمار الحكيم السيد أمار الحكيم من يقول إحنا ضد المعتصمون ونؤكد إلى رئاسة سليم الجبوري أنا أنا سمو دفاع عن السيد المالكي ولا تنخلي نغادر هاي نغادر هاي أنت رفعتوا شعار أنه من أمر أسائل كتل أنت رفعتوا شعار كافي كافي أنت من رفعوا الشعار هذا سيدتي إذا سمعيني أنت من رفعوا شعار أنا ما قاطعتك تنخلي إلى رؤساء الكتل أنا ما قاطعتك أستاذ علي الدولاني أنا ما قاطعتك لش تتخاطع أولا خلنا كمل لك الفكرة أنت سألتني أنت سألتني كمعتصمة رأيي كمعتصمة واقية إلى أن تتحقق مطالب المعتصمين وإن شاء الله الإعلام موجود يصورنا إحنا معتصمين من نفسنا لكن هذا ما يمنع أنه أنت تعطي على زعيم إتلاف دولة القانون من إجابة أنت ليش يعني رأساً كل لقاء إحنا السيد نور المالكي السيد تركوا هاي الشغلات تركوا حقدكم توحدوا مناجد شارعكم يا أخي يا مكون شيعي أنا مو دفاع عن السيد المالكي اليوم كل الكتل السياسية ما توحدتوا سويت الحكومة صالكم سنتيا اعتبرتوها غنيمة كل من يجن طين وانطيك هاي الوزارة لي وهاي الوزارة الأكاتي هل ننجي على مود ناسنا هل نجي على مود شارعنا ليس أنت كل حجاية وثنانية تلك السيد المالكي سيد المالكي على مود التحالف الوطني خليت وحد شوفوا الناس وين وصلت شوفوا المكون الشيعي صار به اليوم نحن نرجع واشبق من عمر البرلمان وإحنا مرتب فيه تعالوا صلحوا تعالوا صلحوا وشوفوا الناس راح تجوه إياكم لو ما تجوه إياكم شوفوا ستعواطف راح تجوه إياكم لو ما تجوه إياكم لا تغطوا تشاركم وشعاراتكم الرنانة بالهجوم على السيد المالكي نعم نعم نحن نحترم كل المعتصمين وبالأكيد نحن قناة رشيد مع الإصلاحات ومن أول يوم اللي ظهرت المظاهرات من بغداد والبصرة وكل المحافظات نحن ننقلها ونسجل حلقات لكن هاليوم نريد نعرف شنو الخطوات مالكم يعني شنو خطواتكم التالية شو جلسة ما تم النصاب بيها يعني ما قدرت تسوي جلسة يوم غد مو خافية على الجميع صار عندنا نصاب غيرنا وسونا إصلاح شامل والإصلاح والتغيير الشامل ما كان عندنا نصاب نعلن أسماء النواب اللي مع تصمين من سحبه ومن يعني العدد اللي كان المفروض أن يكون باتشا نقدم يعني رئيس المجلس ونوابه ما احنا نحنا واضحين بس خلناك احنا واضحين ما عندنا شي مغفي لكن المغف هم اللي يخفون ومكر ودسائس واجتماعاتهم يعني اجتماعاتهم بالليل تعدون كل الكتل اللي امتنعت عن الأسطار ولا يحاولون الصراع رجاء لا يحاولون الصراع داخل الساحة العراقية بين السيد المالك والكتل سيد المالك والكتل كأنه الخصم الأول تمام جدا شكرة مدافع عن السيد المالك محامية خلي جاوب هو محامية السيدة العزيزة أولا أولا لا مرتطينا مجار الرد لا لا ست عواطب لازم تسمعيلي أن الوقت راح ينتهي لازم يجاوب أولا نحترم جميع الذوات ونحن لم نتحدث عن وإنما نتحدث عن صفة وليست سيد المالكي مع احترامنا وتقديرنا الشديد إلىه ولكن أنا سألت سؤالي واضح جدا قلت الأخوة الكرام المحتصم رفعوا الشعار أنه ماكو كتل بعد ما نقبل بالكتل ومن خرب البلد ومزعماء الكتل فهو سؤالي كان واضح جدا هل تمتثلين بأمر سيد المالكي بعد اليوم لو ما تمتثلين ويقولي أنا طالعة من دولة القانون بينوها أمام الإعلام بصدق ويقولوا احنا اليوم هاي كتلة اسمنا كتلة المحتصمين نحن نتبرأ كما قال الأخ فاق يعني طلب من الكتل يعني النواب أن يعلنوا البراءة من كتلهم وأنه احنا متابعين لهذه الكتلة بعد هذا حديثي هذا أولا بيان السيد مختدل ليش ما نسحبوا تيار الأحرار بيان السيد مختدل بارحة ليش موجودين لحد هذه الساعة النواب والتيار الأحرار ربما ألوها نحن الرابع ليش هاسم نسحبوا وتيار الأحرار موجودين بيانس لقد قاعة البرلمان ليش نحاول نشكل بالناس ليش نجرى الصراعاتنا إلى الشارع هذا كلام دقيق إذن الكلام الدقيقي الحقيقي السياسي الحقيقي هو أنه إحنا عدنا مشروع والآخر عده مشروع من يأتي بغالبية داخل البرلمان داخل خبة البرلمان للمثل الشعب العراقي فيمضي بمشروعه بدون تخوين فأنتم ما معقول هذا المحتصمون معهم الإله ونزل قرآن منزل شنو نزل لهم وحي يعني هذا المشروع الإلهي والآخر كفرة كلهم كفرة ما يكوهيت اليوم لدينا مشروع وكتلة محترمة ونحترم جميع الآراء ويقولون هاي هذا برنامج نروم إحنا الحد الآن ما سمعنا شنو برنامجهم السياسي المتفقين عليه هذا واحد إثنيا نعم نعيشين برنامجكم إحنا العفوان سوف نخرج عن الكتل إحنا الريد يطلعون للإعلام ويقولون يابا إحنا بارئين من هاي الكتل إحنا ما نمثل اليوم لا كتلة القانون ولا المواطن ولا الأحرار ولا إحنا اليوم سوينا كتلة كتلة الشعاب كتلة المحتصمين سموها لتسموها في إيش خل تطلع قدامه الإعلام أما مو اليوم هسا يعني حديثة أمام الشارع العراقي بلغة والحقيقة بلغة ثانية وبعدين معظم ننسحبه ومنسحبه لإرادة كتلهم وهاي هو هذا الواقع يجب أن نحترف ذلك لكن ستة عواطف شنو مشروعكم السياسي اليوم أولا بس خلنا عقب على كلامه يعني كانوا طيل الفترة السابقة سنتين نخلي العبادة ينسحب من حزب الدعوة ما عدتهم غير هاي السالفة وهاي النغمة المشروخة نعم هسا إجاء وخلي المعتصمين ينسحبون من كتلهم هاي ما عدتهم غير هاي سالفة هل تقولوا ما كتلة؟ يعني أنتم حتى تكونوا مستقلين أنتم اليوم ستعواطف من المجتمعين حتى تنهون المحاصصة المقيتة يعني اليوم هذا اجتماعكم يجب أن أستقل من الكتلة والي وأبقى أنا مستقل ومعتصم نعم نعم أبقى مستقل ومعتصم داخل قبة البرلمان نحن معتصمين داخل قبة مجلس النواب هاي أكثر دليل هاي التصوير من داخل قبة مجلس النواب صار أنه يعني اليوم يعني لا خرجوا من كتلكم خرجوا خرجوا لحنا مستقلين اليوم شئ البرحة يوم اجتماع البارحة الساعة الثامنة شكلنا وفد من بعض النواب السادة النواب ذهبوا إلى المرجعية وكان الإعلام المغارض ولم تستقبلكم المرجعية الكريمة لم تستقبلكم المرجعية وانا هنسا ما عندي كان طلعت لك صور استقبال عبد المهد السيد عبد المجلس النواب رحتوا للمرجعية العفو لا 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 رحتوا للنجاف ما استقبلكم رجحتوا لكربلاء زرتوا الإمام بطريقكم هذا تضليل للشارع احنا بثنتين هنا متواجدين ما طالعين وهم يقولون ما استقبلتهم المرجعية والله العظيم يعني احنا نطالب الكتر الدينية وين مشروعكم الإسلامي لم تقولوا نحن ذاهبون إلى ممثل المرجعية قلتم نحن ذاهبون إلى المرجعية يعني هسا أنا جاي هسا أنا لو سحب الصور كان طلعت لك الصور لا أنا نطلش صور أنا نطلش صور أدولي هنا الصور أنا عندي هنا الشيخ عبد المهد الكرملاي ومن ثم هسا رح نسوي بيان وصورنا شون بالله نحرف لك يعني الصور يا سيد أسستاني إذا أنت تريد هذا الخبر يعني صحابة مثل نفسك نعم يعني يعني لا يمجح الناس نعم يعني يمجح الناس من ضرر الشارع العراقي نعم سيدة عواطف يعني إخنا قابلنا المرجعية ومن ثم ذهبنا لمقابلة العفو السيد سعيم التيار الصدري يعني بعشو تريد نقلك يعني قوة شكك العالم والإصلاح تشب تشذب يبدي بتضحك على العالم بتضحك على الكتل لا أفو ماكو كبه يا أخي حرام والله حرام لوقنا الناس لوقناها من الناس سيدة بسا تعصمين سيدين من أجوء كم هذا؟ هس بدي مشروع جديد؟ هان رحتي سيدات! سيدتي! هزو صادكم مشروع وثيقة إصلاح واتش انتوا على الأصلاح complons يعني قاعدوكم محتصمين بس انتواناتك جعوات في الوقت. والله العظيم ما يجوزك حرام! انت انسان مسلم شون شكك عدم استقبال مرجعية النجاف النا Release Noll است في مشاهدة لو انت عمان المشاهدة Buchnad Thanebrigo بمن استقيتو؟ بعم امرجع التقينا بمؤسس المرجعية سيد عبد المهدي الكربلاي إذا مو المراجع إذا مو المراجع أطلب من ستيفاء الحسيني ما يكون كلام اعتباطاً أمام الشعب أما باتر الأخ علي الجوراني وأنا موجودين على القناة ومن التشذب حتى نعرف منه اللي جاي يتشذب ليش يضحكون على الناس كيف العالم داحت من تشذبكم والله عظيم العالم داحت من تشذبكم حل البلد يعيش بأمان والله يتنسى من الكتبتك برنامج في المدعبين بره كافي خلي الناس يعيش بسلام شاهد المشاهدين محترم برنامج محترم لا تنعصبين لا تنعصبين ونحن هذا حوار حصلوا على نصاب عقادنا جلسة ما حصلنا نقول للشعب إحنا واضحين النجاة في الصدق واضحين واضحين بكل خطواتنا بل تنعذب المراجع وليس نسي ستعواطر لحد الآن نواب التير الصدري موجودين ويانا نعم وإذا تسمحين لي أجيب لي نواب من التير الصدري يجون ويانا كافي يضحك على الشعب يعني والله ما أرضح هذا الحدث عيب عيب وصنى المرحلة نحن سياسيين نحن سياسيين نقود البلد نعم نحن نطلع ندوق الناس ما استخدمته المرجعية نحن نجلت هذا الكلام شو ما استحتك شو ما استحتك ستايفال ويكون الإعلام مهني وحر نحن قناة رشيد قناة رشيد وأنتي تعرفين هذا الشيء من أول يوم الاعتصامات نحن يوميا نصور حلقة من داخل قبة البرلمان ومن داخل المعتصمين يعني نحن من نجيب آراء مختلفة الرأي المختلف لا يفسد للودي قضية يعني ما ماكو داعي يعني تتعصبي رد موضوعي هو رد موضوعي ولازم نلتزم بسياقات الحلقة من ينفي يقول المرجعية ما استخبلتكم هذا لا وحدة تقول يا مرجعية المرجعية نعم يا مرجع ماكو واحد لا مراجع استخملكم لا مواشك لا الاصل مرة واحد ما تطينا مجال بس بالحديث 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 تطونا مجال حلونا نتعلم شو بلاخر مجال التريدة شنو تتضلل الشارع أخذ الحلقة بس تعصبي نرجو تتضلل الشارع مرة واحد يقول سيدة خلتحدثوا مرة واحد يقول أنا ذاهب إلى ممثل المرجعية أوصل والله صح حق من حق مرة يقول أنا ذاهب للمرجعية لا لعفو المرجعية في النجف الأشرف نعم أي مواطن يصل للممثل المرجعية طبعا أي وإنسان وحتى المرجع الكريمة تستقبل للناس لكن الأخوة هم قالوا فقدان نذهب إلى نجف الأشرف إلى المرجعية الكريمة فالمرجعية غير ممثل المرجعية واضح جدا عند المشاهد المرجعية في النجف الأشرف الأخوة لم يستقبلوا في النجف فذهبوا إلى كبلا هذا هم حق ما بيشك ما بيشي فنقول نحن ذهبنا إلى ممثل المرجعية لم نذهب إلى المرجعية المرجعية غير ممثلة شو تريد توصل للناس شو تريد توصلون للناس إل من شو تريد توصل للناس يلا ما استقبلتنا المرجعية تريد توهم الناس ما استقبلتنا المرجعية القصدك شلو في دبال الشارع أنت أبنى المرجعية نحن أبنى المرجعية اليوم نحن نتعلق نحن نقول نحن ذهبنا إلى ممثلين مرجعية لم نذهب إلى المرجعية هذا كلام خاطئ نعم نعم ستعواطف يعني اليوم المرجعية زعماء أكبر رفضتهم نفس اليوم استخدمت ورد المعتصنين وأنا أمام قناة الرشيد وأكد أن أبو المرجعية استخدمت المعتصنين ورضوة استخدماء زعماء كبيرة نعم ستعواطف هدي أصابش نريد كلمة أخيرة لأن راح نهوياتش شكرا جزيلا فضل كلمة أخيرة راح نهوياتش ست هيفاء رجعا نحن اليوم نحن واضحين أنا جات في الصدق أنا أعدتها مرة ثانية والله نحن المعتصمين واضحين وما عندنا شيء مخفي وأمام الإعلام والإعلاميين عاشوا الحالة ويانا وما ناكرين هذا الشيء نحن معتصمين نواب من كتل مختلفة لكن ما جاوبت على سؤال سحب واحد يعدني راح نقول للإعلام يا بن سحب من عدن لكن ما جاوبت على سؤال مشينا بمشروعنا نعم سيد حواطف دنطيني مجال أنا وراح يوصل الدكتور هيثم جبوري هو رئيس الوفد للمرجعية وراح نسوي بيان وريد استفسار من علي جوراني اللي يقول للمرجعية ما استقبلتهم سيد حواطف يعني نحن نريد نتحدث موضوع مهم جدا بعيدا عن السيد علي الجوراني أيضا تحدث السيد فائق الشيخ علي قال لازم المعتصمين يستقالون من كتلهم وصير كتلة برلمانية بعيدا عن الكتل راح تستقالون من الكتلة مالكم لو لا هذا الموضوع ما راح يصير احنا ما نمشي هيفاء ستة العزيزة احنا عدنا نمشي بكلام كامل كفائق الشيخ خلي يقول باسم الدين باقون الحرامية خلي يقول احنا خلي يقول باسم الدين حفظنا وجه العراق حفظنا ماء العراق اليوم لما تتوجي هذا الكفاية نمشي ورا فائق الشيخ هو اللي قدنا فائق الشيخ تعال باسم الدين باقون الحرامية وهذا جاين خلي يكونوا المستقلين احنا نواب مع تصمين يعني انتم مع تصمين لكن تابعين الكتلكم لا شكك في اعتصامن لا شكك في اعتصامن خلينا يحكي منطر انتم مع تصمين لكن متمسكين في كتلكم هاي نقطة للصطر حتى المواطن يعرف لا ما متمشين بكتلنا لا ما تفرضي رايش علينا ستيفاء رجعان ما متمشين بكتلنا لو متمشين بكتلنا أبسط دليل تيار صدر البرحة من أنت سيد زعيم تيار صدر البيان لا يتفقد حعار ويانا ليش ما مشت بكتل هي؟ لا 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 إحنا الله شاهدنا من سأمان لأنه وقت خلصتنا لحظتنا لحظتنا ليش هذا الكلام يا آخي؟ باشل ينسحبون أو ما ينسحبون أما الأخوة الكريمة سؤال كل شواجي الآن الأخوة الكرام هم رفعوا مشروع كلا للمحاصصة والكتل السياسية هي الفازدة ورأسها الكتل هم الفازدين هم اللي خربوا البلد فجي يطلعون يستقلون من هذه ما معقولة أنا بالشعارات أقول أنا ما أريد المحاصصة وهذا الأحزاب كلها فازدة وزعم الكتل هم اللي خربوا البلد وبالمغانم أجي أنا ذاب نفسي ويحزيب وأخذ من المغانم لو أنا خارج وأنا اليوم أمثل الشعب العراقي يا شعب عراقي أنا استقاليت وطلعت وأنا مستقل اليوم داخل البرلمان أمثل الشعب العراقي هاي الكتل بما أن أنا رفعت شعار إنه هاي اللي خرب البلد هي الأحزاب واللي خرب البلد هي الكتل واللي خرب البلد هو زعماء الكتل نعم لكن خلص الوقت خلص الوقت أستاذ علي نعم أستاذ علي خلص الوقت باتي راح تكون جلسة مجلس النواب راح تكون جلسة مجلس النواب وتذهب نذهبون إلى الشرعية الحقيقية نعم يعني برئاسة منه طبعا شرعية أكو شرعية واضحة سيد سليم الجبوري هو الشرعية ما أقول أنا وين رايحين بالبلد نعم 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 نحن نتعامل مع الشرعية نعم غير الشرعية ما نتعامل وياها نعم بالختام أشكر ضيوفي واعتذر أيضا من أسيدة نجيبة نجيب تركت الحلقة في المنتصف شكرا جزيلا أسيدة عواطف نعمة عن دولة القانون وأشكر ضيفي أسيد علي الجواري وأيضا عندي كلمة كلمتي دائما إلى بعض السياسيين مريد الكل يزعلون اللي صار بمجلس النواب من عراق وصياح وفوضى هو نتيجة حتمية وطبيعية جدا البلد مليان بالفساد وبلد بيه السياسيين يدورون بعض السياسيين يدورون عن مصالحهم الشخصية والحزبية ما نقصد الكل كل اللي صار هو ركوب موجة الإصلاح وحركة حتى يبرون نفسهم أمام الشعب بس الناس عرفت كل الزين الفاسد مستحيل يصلح أو يصلح واللي يريد محاصصة وكاتل نفسه على المنصب مستحيل يوافق على الإصلاحات كل هاي الأزمة السياسية المواطن بعيدة عنها هي أزمة للحفاظ على المكتسبات والامتيازات ما حد يفكر بالفقير ايه والله بالفقراء ما حد يفكر بيهم والعاطلين والنازحين وبحقوقهم البلد مليان أزمات إنسانية وأنتوا تتعاركون على المناصب والنفوذ وكل من يحوز النار القرصة بس الشعب راح يكون لكم بالمرصاد وراقب كل التحركات وهاي التصريحات اللي النائب يصلح شكل وموقف وشكل ما تعبر عن الناس ايه والله بعد ما تعبر عن الناس مواقفهم خليكم صادقين ويا الشعب تصبحون على شعب منتصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة